منتدى الرباط من بارون يهدف إلى وضع إجراءات عملية لتقليص تكاليف التحويلات المالية لمغتربين الأفريقى وفق وزير الشؤون الإفريقية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا موضحا أنه يجسد الانتقال من خطاب سياسي وديبلوماسي إلى مقاربة أكثر براغماتية فالجالية الإفريقية وفق بوريطا هي الجهة السادسة للقار بتحويلات وصلت إلى 95 مليار دولار مسجلا أن هذه الجالية أصبحت مصدرا للاستقرار الاقتصادي وزير خارجية الطوغو روبرت دوسي من جاربه أبرز المساهمة الأساسية والمهمة للمغرب في تفعيل مضامين أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفريقى يشكل فيها متدربات فرصة لتعزيز الحوار لحل إشكالية ارتفاع تكاليف التحويلات المالية كل تكاليف التحويلات المالية للجالية الإفريقية مرتفعة جدا بالتالي نود حاليا تحسيس جميع المؤسسات المالية لحل هذه الإشكالية والي بنك المغرب عبداللاطيف الجواهري أكد أن البنك اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة موضح أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب بين المغاربة المقيمين بالخارج ووطنهم يكفي التعرف على نسبة ارتفاع تحويلات الأفارقة للتعرف على أهميتها ومدى المجهول المفذول لتحويلها نحو دولهم الأصلية عدد المغتربين الأفارقة يقدر بأكثر من 150 مليون سنة 2021 فيما بلغ إجمالي تحويلاتهم ما بين 2010 و2020 أكثر من 600 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأربعمائة مليار دولار في إفريقيا جنوب الصحراء وشمالمكنудь تتوقعين وش